حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الملك ابن عمير قال سمعت عطية القرضية يقول عريضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة فكان من أنبت قتل ولم ينبت خلي سبيله فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي حدثنا هشيم أخبرنا عبد الملك ابن عمير عن عطية القرضي قال عريضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريضة فشكوا فيي فأمر بي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظروا إلي هل أنبت بعد فنظروا فلم يجدوني أنبت فخلى عني وألحقني بالسبي حثنا سفيان عن عبد الملك أنه سمع عطية يقول كنت يوم حكم سعد فيهم غلاما فلم يجدوني أنبت فها أنا ذا بين أظهركم